بداية راح أبدفتي العديدة جدا جدا لأستاذة فاطمة التابعي النقيدة الرياضية صباح الهان عليكي صباح الفل والف سلامة إيه اللي حصل؟ لوعة بسيطة كده بجد مش حدثة بحاجة يعني لا مش حدثة ألف سلامة عليكي أستاذة فاطمة غميقة بسيطة بس يا ده ونت في الشغل ولا إيه؟ وأنا راجعة من الشغل آه ألف سلامة بجد عدت على خير معلش يا كده كده فترة ضغط جمد عليك وانا عارفة الفترة دي طبعا والتأهل والاستعدادات والكواليس وكمان معسكرات المغلقة احنا طبعا لو حضرتكم فاكرين كنا روحنا يعني كان المركز الأوليمبي بالمعايد وعملنا هناك تقرير شامل وارين حضرتكم الاستعدادات لأبطالنا البراليمبيين وازاي بيبقى عندهم يعني معسكرات مغلقة وازاي بيستعدوا الكواليس اللي هناك علشان إن شاء الله باريس عشرين أربعة عشرين أكيد هنعرف بها مزيد من التطورات اللي حصلت إن شاء الله خلينا نبدأ هنا ونروح لجديد يعني من ساعة ما كنت عندكم في المركز تقريبا ده كان من شهر تقريبا من شهر بكتير إيه اللي حصل حالي من تجديدات أو تطوير يعني احنا لأ احنا عندنا حاجات كتيرة يعني احنا الحمد لله يمكن نتكلم على المستوى الأوليمبي مبدئيا احنا دلوقتي عندنا 94 لعب ولعبة متأهلين لدورة الألعاب الأوليمبية في فريس منتخب كورة القدم الأوليمبي منتخب كورة اليد منتخب كورة طايرة وعلى فكرة دي أول مرة في الألفية الجديدة يتأهل ثلاث منتخبات جماعية المصرية للأوليمبيات دي أول مرة في الألفية الجديدة قبل كده كان أول لكن من أول سنة ألفين دي كانت أول مرة يشارك ثلاث منتخبات جماعية ده غير طبعا منتخب تنس طولر الرجال والسيدات عندنا 11 بطل رماية 3 تايكوندو 3 تجديف عندنا منتخب السباحة التوقيعية 8 لعبات عندنا واحد مصارعة وواحد كانوي وواحد فروسية ناقل نصار وعندنا 2 قصة سهم فماشاء الله يعني كتير جدا واتنين شرع ناقل الوحيد من الفروسية الوحيد من الفروسية وعندنا 4 غطس كمان وواحد سباحة فماشاء الله العدد بيزيد ومازلنا ان شاء الله لغاية شهر 6 اللي جاي في بطولات تأهيلية والحمد لله الحمد لله عندنا بطولات كتيرة منها في مصر الرياضات المختلفة مقارنة تنبيه توكيو إيه اللي فيه دلوقتي ازدياد فيه الأعداد في رياضات معينة يعني وقارنت باريس حتى هذه اللحظة بتوكيو الأعداد إيه فأني رياضات حدينا لسا احنا ما وصلناش للعدد النهائي بس الأعداد الأعداد متقربة حتى الآن يعني يوم نفس رياضات موجودة ولسا بتزيد العدد يعني لسا السباحة أكيد هيزيد عدد كبير وعلى مصر والسايدات لسا ما فيش ولا حد لغاية دلوقتي لا من دول موجود سايدات كتير يعني كفاء منتخب سباحة توقيية ده تماما لعيبات لوحدهم وصباحة حر وحر الصباحة الحر لسا التصنيف يؤهلهم لكن لازم نستنى لغاية نهاية نهاية بطولات التأهيلية عشان التصنيف يؤهلهم يعني فريدة عثمان محقق الرقم التأهيلي لكن لسا ما فيش تأهل رسمي لسا ما نقدرش نقول انه تأهل رسمي بس هوا ان شاء الله هيكون تأهل عندنا مها برضو هي احنا عندنا اربع غطس بس بنحدد المسافة والمنصة اللي هي نطمن عليها اللعب بس لسا ما حددناش اسم مين هي مها اللي خدته في طولة افريقيا السنة اللي فاتت بس ان شاء الله تكون هي عندنا كمان في البراليمبك متأهل حتى الان اربعين لعب ولاعبة وعندنا هم ستة وخمسين بس البقائين غير متأهلين لكن حتى الان ستة عربعين لعب ولاعبة في رياضات ايبة منتخب كرة الطائرة جلوس عندنا منتخب كرة الهدف للمكفوفين عندنا احداشر لعب ولاعبة منتنس الطولة عندنا تلاتة سباحة وعندنا لعبة كانوي وعندنا اتنين تجديف مركب زوجي ولد وبنت وعندنا اتنين تايكون دو وبس كده واحد ألعب قوة كريم كنا سجلنا معي في المركز ومباركله هو لسه حصل على ميداليتين في بطولة فزاعة الدولية لسبوع اللي فات عندنا رفع الأسقال عندنا تمن لعبين وتمن لعبات تصنفهم حتى الآن يؤهلهم لكن منتظرين نخلص بطولات التأهيل وعندنا لعبة جود ومكفوفين ربنا يوفقها يا فايد البرجي في ألمانيا دلوقتي ما هتاج السر برضو مرشحة للتأهل وبتلعب بطولات التأهيل بتاعتها ربنا يوفق الله ما قابلناش المكفوفين لما كنا عندكم ولخائناش تقريبا ما كانوش متواجدين ساعتها في المركز الأولمبي مرة